تلك اليد التي فاوضت في السويد قبل ثلاثة أشهر تلوح اليوم بما ينسف كل الاتفاقات ويعيد المشهد للمربع الأول وربما قبله تبث ميليشيا الحوثي مجددا رسائل تهديد تصعيدية تجعل من الحديث عن حل سياسي للصراع في اليمن رسما على الماء أو على صواريخ وطائرات مسيرة تهدد دول المنطقة قالت ميليشيا الحوثي إنها وجهتها لنحو 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات القيادي في ميليشيا يحيى سريع خرج من صنعاء ليؤكد أن الحوثيين صنعوا أجيالا متقدمة من الطائرات الهجومية المسيرة وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة بالإضافة إلى امتلاك الميليشيات مخزونا استراتيجيا من الصواريخ الباليستية والقدرة على إطلاق عشرات الصواريخ دفعة واحدة يقول سريع إنهم تمكنوا من رصد صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشئات والقواعد العسكرية مضيفا أن دخول سلاح الجو المسير في المعركة عزز بنك أهداف القوة الصاروخية حديث الميليشيات يعيد إلى الواجهة إحدى صور النشاطات الإيرانية في المنطقة التي أطلت برأسها المتنامي على البحر الأحمر والمهدد باستمرار للحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية التي أعلنت تمكن قواتها الجوية من اعتراض جميع الصواريخ في حين نفت الإمارات حصول هجمات بطائرات مسيرة مركز الدراسات الاستراتيجي والدولي الأمريكي حذر بدوره من تنامي النفوذ الإيراني واستخدام التطور التكنولوجي للأسلحة من خلال تهريبها لميليشيات الحوثي في اليمن كاشفا بعد تحليل مطول عن تقديم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مساعدات لميليشيا الحوثي تشمل مختلف أنواع الصواريخ الموجهة والألغام البحرية والطائرات بدون طيار التي تستخدمها الميليشيات لتهديد الملاحة قرب مضيق باب المندب وضف المركز أن هدف إيران زيادة نفوذها على طول البحر الأحمر وإضعاف السعودية والإمارات لتكمل هلالا بنته على أنقاض مدن وأمال شعوب في العراق وسوريا ولبنان ترجمة نانسي قنقر